السلام عليكم شباب معكم اليوم احمد فيديو جديد زي ما شفتوا بالصرح اليوم راح نلعب بيد ورز لكن قمينوا بكل جيم كلاين تاني فحننلعب بالجيم الاول لابي مود وبالجيم التاني فيذر كلاين طبعا اشي مرة اسطوري مشان تشوفوا الفرق بين الكلاينتات طبعا فيذر كلاينت بفلوس و لابي مود مجانا وكثير ناس كانت تقول لي ليه ما بتلعب بفيدر او ليه مثلا عم تلعب بلابي مود وهيك فالفيديو هاد راح يبين هيك الفرق باللعب بالكلاينتات فما سويكم شباب على الدعم خلينا نوصل على الفيديو هاد ميت لايك و بس ورجعنا لكم بالجيم الاول زي ما انتم شايفين والكلاينت الاول اللي هو لابي مود زي ما انتم شايفين طبعا اشي مرة اسطوري مع الاسطير هون عنا يوسف و احمد و لازم نسكر البيت لانه راح يدرعموا علينا على الجيل على الجيل ووكا على الجيل معي بك اكس و اكس و كل شي او يا تبا ادري بدي فري راح بذكر حسنا تم من جلدنا انك كتب انك بدي فريق المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة حسنا كيف أن تتقوم بالقناة ايصان الحسنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنتي متفق إلا أريد أن تتعرف ترجمة نانسي قنقر أنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اي اي طبعا زي ما اللي شايفين هاي هيك الاعدادات هون لكن انا في شغلة بدي اغيرها ايب هون هون احطوا الريد زي ما كان قبل ايب اوكي لتس جو اوكي طبعا الريدش يالو الري والحنا نسحب على الري اوكي اروح الريد اروح الريد اروح انا هحمي اروح انت شلبت واحد طاح واحد طاح روح بسرعة 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 طاح لا ايه هنا ورعك ورعك تراه هو كسر فرعه اوه طيبك اختول طيبك شلته بالله بحركة دكاة كسر كسر معاك تقدر تكسر لاعندي ممكن ماذا؟ بلا بلا بس بلا بس بلا بس بلا بس بلا بس ماذا? ايش قاعد يصير بالجلد يوسف بدك جولد اشي اه هيهم اوكي فكرتهم اسحك اسحك ابني لفوق ابني لفوق او ماي جاد او ماي جاد يلا 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 دبل هيد يلا جايينك جايينك هم ها او ماي جاد اسحك جاك 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 ايش قاعد يلا اه اه او لا اه 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 تعمل جاي جاي اكمن كل تسع كل جي جي والله جي جي نايس اوكي شباب بس كان هذا المقطع ان شاء اللي يكون اعجبكم ازاي شبكم لاتسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة بس كان معكم احمد نشوفكم بالمقطع الجاي ان شاء الله السلام عليكم